الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 مستشعر سرعة الإدخال تربين أيه دائرة متقطعة يعد رمز مشكلة التشخيص DTC رن عاما لمجموعة نقل الحركة مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة با OBD2 فورد هوندا مازدا مارسيدس فولكس فاغن إلخ على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أضراز ماذا يعني ذلك؟ إذا تم تقديمك برمز مشكلة P0718 فمن المحتمل أن تكون وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت إشارة إدخال جهد غير منتظمة من دائرة مستشعر سرعة الإدخال أو التوربين التي تم إعطاؤها التعيين أي وأجهزة استشعار سرعة التوربين هي نفسها تقريبا وتخدم نفس الغرض وتختلف مصطلحات المكونات بين الشركات المصنعة في معظم الحالات يكون مستشعر سرعة المدخلات تربينات عبارة عن مستشعر كهرومغناطيسي بثلاثة أسلاك يستخدم لمراقبة سرعة إدخال الإرسال في الدورات في الدقيقة RPM عادة ما يتم وضع المستشعر بالقرب من الجزء الخلفي من جرس الجرس عند عمود إدخال ناقل الحركة ومثبت بمسمار أو ملولب مباشرة في علبة النقل يتم تثبيت عجلة محوزة محززة أو أخديدة مصممة خصيصا بشكل دائم بعمود ناقل الحركة الرئيسي أو الإدخال عندما ينقل المحرك قيد التشغيل عدد الدورات في الدقيقة إلى ناقل الحركة يمر عمود الإدخال أو عجلة التردد بالقرب من نهاية المستشعر العمود الصلب أو عجلة المحول يكمل بشكل فعال دائرة إلكترونية كهرومغناطيسية مع المستشعر يتم تشكيل نمط إلكتروني عندما تنقطع الدائرة عن طريق المناطق المحززة أو المحززة التي يمر بها المستشعر يتم التعرف على هذا النمط من قبل PCM على أنه شكل موجة تم برمجته لتفسيره على أنه سرعة إرسال توربين تتم مقارنة سرعة خرج النقل وسرعة الإدخال توربين وسرعة المحرك وموضع الخانق والنسبة المئوية لحمولة المحرك والعوامل الأخرى لتحديد سرعة الإدخال توربين المطلوبة في السرعة سيتم تخزين الرمز P0718 وقد يضيء مصباح عطل إذا فشلت سرعة الإدخال توربين أو جهد دائرة النظام في الحفاظ على دقتها ضمن درجة محددة مسبقا لفترة زمنية محددة يشير P0718 إلى جهد دائرة دخل متقطع لمستشعر سرعة الإدخال توربين الأعراض قد تتضمن أعراض رمز P0718 ما يلي تشغيل عداد السرعة الخاطئ عداد المسافات لا يعمل ناقل الحركة بشكل صحيح عداد السرعة أو عداد المسافات لن يعمل في جميع نقاط ناقل الحركة غير منتظمة أو قاسية كفاءة الوقود المتناقصة أسباب الأسباب المحتملة لتعيين هذا الرمز هي مستشعر سرعة الإدخال المعيب الأسلاك أو الموصلات التالفة أو المحترقة أو فشل الموصلات PCM أو خطأ برمجة PCM تراكم الحطام المعدني على المستشعر المغناطيسي إجراءات التشخيص والإصلاح نقطة البداية الجيدة هي التحقق دائما من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك الخاصة قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص سيكون الفولت أو متر الرقمي DVOM ودليل خدمة الشركة المصنعة وماسح تشخيصي متقدم وربما راسم تذبذب فيدا في تشخيص رمز P0718 بشكل صحيح عادة ما أبدأ تشخيصي بفحص بصري لأسلاك النظام والموصلات أود إصلاح أي دوائر أو موصلات قصيرة أو مفتوحة بشكل واضح قبل المضي قدما لا تنسى فحص البطارية وكابلات البطارية ونهايات الكابلات واختبار خرج المولد في هذا الوقت بعد ذلك سوف أقوم بتوصيل الماسح الضوئي بمنفذ التشخيص واسترداد جميع الرموز المخزنة وكتابتها للرجوع إليها في المستقبل أود أيضا أن أشير إلى بيانات إطار التجميد في هذا الوقت استخدم دفق بيانات الماسح الضوئي لتحديد الدائرة التي بها خلل إذا كان هناك مستشعرات إدخال ورموز مستشعرات الإخراج موجودة للحصول على أدق البيانات المتاحة مع الماسح الضوئي قم بتضييق دفق البيانات لتضمين المعلومات ذات الصلة فقط يمكن أن يتسبب الحطام المعدني على جهات الاتصال المغناطسية لمستشعرات سرعة الإدخال أو الإخراج في بيانات إخراج متقطعة غير منتظمة قم بإزالة المستشعر وتحقق من وجود بقايا معدنية تنظيف الحطام الزائد من الأسطح المغناطسية قبل إعادة التثبيت كنت أتفقد أيضا الأخاديد المتقطعة أو شقوق عجلة الممانع ابحثا عن علامات التلف أو التآكل أستخدم DVOM لاختبار مقاومة أجهزة الاستشعار الفردية والجهد الكهربائي باتباع إرشادات الشركة المصنعة الموجودة في دليل الخدمة أو من خلال جميع البيانات سأستبدل أجهزة الاستشعار التي لا تتوافق مع مواصفات الشركة المصنعة قد ينتج فشل جهاز التحكم إذا لم يتم فصل جميع وحدات التحكم ذات الصلة قبل اختبار المقاومة أو الاستمرارية مع DVOM أشتبها في وجود خطأ في PCM أو خطأ في برمجة PCM إذا تم تخزين الرمز P0718 وكانت جميع دوائر النظام وأجهزة الاستشعار في حالة عمل مناسبة ومتوافقة مع مواصفات الشركة المصنعة ملاحظات تشخيصية إضافية قد تتسبب الحطام المعدني المفرط الذي ينجذب إلى المستشعر الكهرومغناطيسي في قراءات خاطئة لمستشعرات الإدخال سرعة المستشعر تأكد من خلو الأسطح الفتحات الملولبة من الحطام والعوائق إذا كان يجب إزالة مستشعرات سرعة الإدخال أو الإخراج من علبة النقل فتوخ الحذري قد يهرب سائل ناقل الحركة الساخن من الفتحة ابحث عن سائل ناقل الحركة في منطقة الموصل بمستشعر سرعة الإدخال حيث أن بعض أجهزة الاستشعار عرضة للتسرب داخليا ترجمة نانسي قنقر